تنشط الحركة الإدرابية بين لبنان وسوريا من جهة وعلى الأراضي اللبنانية من جهة أخرى حيث تدور عجلة مجموعة من الأعمال هناك خلال خارج الموسم الرمضاني كما اعتاد صناع هذه الأعمال في العوام الماضية للحديث أكثر ينضم إلينا هنا جميل ظاهر في الستوديو لنلقي الضوء على هذه المشاريع ومدى قدرتها على تغيير بوصلة اهتمام المشاهد رحيح جميل صباح الخير صباح الخير حمد الله السلامة حمد الله السلامة كلنا كلنا حمد الله السلامة يوم بالمغرب يوم بتونس يوم لا هالمرة إجازة بس إجازة الصيفية العادي من أكون استمتعت في الإجازة ربما يعني عروس إسطنبول عروس بيروت في اليوم لم تعد الدراما اللبنانية محصورة بالمحلية اللبنانيين أفضل استقطبت ممثلين من الخارج ومخرجين من الخارج بالتالي كيف سينعكس هذا على الدراما اللبنانية تحديدا أول شيء نعم هو بدون شك اليوم الملفت جدا الحراك اللي عم بيصير بيروت وأكبر دليل أنه عم بيصير فيه إنتاجات كبيرة ومنه دخل إنتاج أم بي سي اللي هو عروس بيروت اللي عم نشوفها على شاشة أم بي سي فور اللي هو عمل لقى استقبال كبير من الجمهور وبنفس الوقت لقى تساؤلات كبيرة من الجمهور لأنه تساؤلات أنه اعتبر البعض أنه هو عمل مستنسخ من الدراما التركي طبعا هو عمل معمول تركي وان عمل بفرجن عربي اللي هي على الطريقة يعني بدون هالمرة بدون دبلجي إنما الممثلين وكان فيه يعني أراء متعددة حول هذا المنتج بحيث أنه البعض شاف أنه النسخة العربية حتى عم بقولوا عنها أحلى يعني البعض الناس هيك عم بيشوفوه والبعض الآخر أنه يعني وقفين عن كلمة وكأنه نكتشفوا اكتشاف لما هو معلن النص مشغول كان نص تركي وتم تعريبه وتقدم بالعربي هالشي منه جديد الشي صار قديما كتير معروف ومثل ما منعرف مثلا على سبيل المثال مثلا زقاق المدق اللي هي رواية نجيب محفوظ شفناها باللغة الإسبانية عملت نفس الفكرة نفس النص نفسه نعمل بطريقة تانية هلا بيبقى قديش منقدر ننجح بأنه فعلا هل هناك تغيير هل هناك إضافة جديدة أضافوها الممثلين كونه حتى المخرج كمان أيضا هو مخرج تركي لكن ما منقدر ننكر أبدا أنه الدراما التركي بالفترة اللي كانت عم تنعرض فيها بكثافة حققت نجاح كبير وستطاعت أن تجد لها مكان بالعالم العربي نتيجة يمكن كان في محل ناقص عنا بالدراما العربي ما عم بيطر أقوله المنتجين العرب كان يمكن أكتر متقوقعين بفكرة معينة وإن كان يعني بنرجع بنحكي القصة اللي عم نشوفها منها الأد غريبة يعني من قصة الثري والصبية صرع هذا موضوع هذا الصراع الموجود إنما دائما هو كيفية تناول هذا الموضوع هو دائما يلفت النظر بكيف يتعاطم معه وهذا يبدو لي أنه على القليلة كبداية بداية ناجحة لأنه خلقت الجدل الكامل الأعمال الثاني مش هنما أخد وقت كتير على دراما هناك عدة أعمال عب تنتج بنفس الوقت طائم حسن راح نشوفه مع كريس بشار بعمل جديد عب نحكي عنه بين عشر وخمسة عشر حلقة خارج الهيبي والبعض فكر أنه مجرد خروجه من الهيبي أنه ما هيكون لا هو عم بيطمن الناس عم بقول أنه راح يكون في عمل جديد لأله العميد اسمه ويبدو لي أنه العمل كمان هذا راح يلاقي كمان استقبال شديد خلصنا جبل جبل موجود برمضان راح يكون يرجع الهيبي وأكد هو هذا الشيء راح يكون موجودين في عهد الدم اللي هو كاتبه إياد أبو الشمات ورامي حنة راح يرجع يخرجوه كان مفروض أنه كريس بشار تكون موجودة معهم بالعمل إنما يبدو أنه راحت أكتر يعني كان لازم تكون مع باس الخياط لكن شكله يعني لقت هلأ الأمور باتجاه جبل أكتر يمكن أو باتجاه تايم حسن مع أنه بس الحق نجاح كبير مع دانيلا رحمي لي كمان عنده مسلسل هي كمان راح يكون هلأ باس الخياط عبا قوله يمكن سيرين عبد النور تلعب دار معه وسيرين نفسه كمان كان عنده شيء قدمته على أم بي سي راح عم تعرضه شاهد أو راح تعرضه شاهد قريبا ففي حركة ممتازة يعني طيب لو كلمنا عن الثنائيات كيف تراها وخلينا كمان نشوف هذه العمال قد تنافس الأعمال العالمية أم لا تنافس أعمال العالمية أم لا هلأ بدون شك يعني صار في أنت بتقولي تركيا مثلا هلأ تقدر تنفسها بما أنه الناس كتير هلأ بدون نحن صار اليوم في بلاتفورم كبار عم بيعرضو وعم بيقدروا الفنين العرب يدخلوا إلى هذه المواقع وعم بيصير اسم موجود يعني داخل أنا عم نحكي عن ناتفلكس أو شاهد أو غيره من يعني في في حركة انتجية بيبقى بقى هون شطارة المخرجين والمنتجين العرب أداش بيقدروا يلامسوا ويأخذوا الجمهور لمحة المهنة بدون يعني فضل شاكر جريدة فضل يعني عم بيتسلل كل مرة بتعرف شو هو واحد بيضال يعتب علي له هيدا الفنان أنه أنت يعني شو كان بدك شو كان بدك بها المشكلة كلها سوا يعني رجع بخلال أغني كل مرة بيرجع بأغني جديد طالما أنت بعدك بتحب بتغني كنت وبتحب هيدا هو اختارها اللحن بيعتقد يعني أكيد في فكرة من ورا يعني ليالي الشمال الحزيني اللي هي أغني جميلة ومعروفة بصوت فيروز واللي هو كمان كأنه عم بيغازل جمهوره عم بيرجع بيذكر جمهوره بإحساسه اللي كلنا بنحكي عنه أنه فضل زلمي كان صوت حساس وعنده يعني عنده كانت قاعدي جماهيري كبرى بضحى فيها بلحظة يعني بتدل على عدم ما فيش فجن ما فيش ما فيش عنده رؤية يعني لوان رايح كان ما بعرف إذا هالغنية بتساهم بس إنما هو ناطره قضاء وناطره محكمي وناطره ميت مصيب سوداء يعني بانتظار والمشكلة الأكبر هل هناك اليوم محكمة حقيقية راح تحاكمه أو لا يعني هون بين هلالين هذا الكلام لأنه نحنا شايفين في حالة من الفوضى مرات جهات بدأت تحاكمه بعنف وجهات عم بتقول أنه هو يغلط وممكن نسامحه لأنه لم يكن شريك على الأقل بالقتل كما هذا 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 طبعا ما ينشر أو ما تقرأ أنت نعم من خلال الصحف طيب خلينا أسأله عادل ليلي الشمال لأنك أنت بتحبي لو خلينا ما لتورطنا أكتر مكتر خلينا نتكلم عن اختيار هذا اللحن أهمية هذا اللحن بالنسك أهميته مثل ما قلتلك هو نوع الكلمات في هيك عطف وفيه حزن وفيه وكأنه يعني فيه نوع من المنادات والمناجات للجمهور يعني عم يذكرهم بحاله وأختار هذا اللحن وإن كنت أنا يعني عندي ملحوظة صغيري أنا ضد مرات التصرف بلحن هالأد معروف مثل بيغنوا لأم كنتوم أو لفيروس شكرا جزيلا لجميل ظاهر محرر الأخبار الفنية في العربية أعطيك العافية شكرا جميل شكرا جميل ناطرين نقطة كل جاية